نوها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بالدور الذي تقوم به القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي ومنع الفتنة مقدرا الجهود المبذولة في هذا المجال وآخرها حفظ أمن الانتخابات البلدية الفرعية ما يدل إلى اللابديل من الأمن الشرعي الذي يبقى الضامن الوحيد لأمن الوطن والمواطن وكان الرئيس سليمان رأس اجتماعا تم في خلاله عرض مفصل لخطة تسلح الجيش واطلع من المعنيين على المراحل التي تعرضها الخطة التي طلبها مجلس الوزراء والاحتياجات الأساسية للجيش لتمكينه من القيام بمهامه سليمان اطلع من وزير الخارجي عدنان منصور على أجواء زيارته للبحرين وتأكدات المسؤولين هناك أن الجالية اللبنانية لن تكون محط أي إجراء خصوصا وأن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة